موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا مشاهدين في هذه الجولة عبر أبرز عنوين الصحفة الإخبارية الصادرة لنهار اليوم مشاهدين البداية ستكون بجريدة المساء الجزائرية التي خصصت صدر صفحتها لنقل أبرز مجاء في كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر دول عدم الانحيس الرئيس الجزائري ركز في كلمته التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العربوي الذي كان حاضرا زمن الصهاينة مع اللاعقاب ولا حساب ولا في إشارة إلى الملاحقات القضائية بحق قادة الكيان الصهيوني جراء المجازر المرتكبة والمتواصلة بقطاع غزة القرارات الأممية يضيف الرئيس الجزائري في هذا التصريح الذي نقلته جريدة المساء الجزائري القرارات الأممية يفترض أن تكون ملزمة للجميع بما فيها آلة الدمار الصهيونية تقول الجريدة لبادة الجماعية للفلسطينيين مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي إعلاء صوت الحق وتغليب منطق القانون وإرساء مبدأ المساواة أهم أسسنا فيما يتعلق بنشاطنا الدبلوماسي دعم الشعب الصحراوي الذي تتعرض قضيته لمحاولات تمسن أو تمسن لتقرير مسيح كان هذا أبرز مجاء في جريدة المساء الجزائرية التي خصصت حيزن مهما لنقل كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبو ننتقل الآن مشاهدنا إلى جريدة القدس العربي والتي خصصت حيزن مهما للحديث عن آخر وأبرز التطورات فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في غزة أو الضفة الغربية نبدأ من غزة عنوانة الجريدة غزة مجازر وتوغلات إسرائيلية وطفل يولد كل عشر دقائق رغم الأوضاع المعيشية والصحية السيئة بالقطاع فيما يتعلق بالتطورات في الضفة الغربية طول كرم تأن بعد اقتحام وصفته الجريدة بالقول وكأنه زلزال شهداء ومعتقلون ومداهمة ألف منزل بمدينة طول كرم فيديوهات للتنكيل بالمحتجزين وتمثيل بجثة أحد الضحايا والبيت الأبيض قال أن من قتل فتن فلسطيني أمريكي نواصل مشاهدنا ونقرأ أيضا الخناق القضائي اشتد على عنق إسرائيل ورئيسها آخر الملاحقين في إشارة إلى الدعوة القضائية التي تلاحقه بسويسرا المتواجد بها في تدورات الأوضاع بين باكستان وإيران عنوانة الجريدة اتفاق باكستاني إيراني على التهديع من جريدة القدس العربي مشاهدنا نمر إلى جريدة العربي الجديد والتي عنونت على صدر صفحتها أمريكا تفكر بمشروع إقليمي لليوم التالي الذي يلي هذه الحرب المتواصلة في شهرها الرابع آخر الأصداء من واشنطن قالت أن المسؤولين هناك يعارضون أي فكرة لوقف إطلاق النار في الوقت الحالي الجريدة خصصت أيضا حيزا للحديث عن تدورات الوضع الصحي التي يعاني منها القطاع الصحي في قطاع غزة مرضى الكلا ينتظرون معجزة في ظل الأوضاع الصحية الصعبة التي تعيشها مختلف المشاءات الصحية بالقطاع يمدس الاحتلال الإسرائي تقول الجريدة في تفاصيل هذا المقال الذي نقرأه من على الصفحتين الثامنة عشر والتاسع عشر من جريدة العربي الجريد تقول يمدس الاحتلال الإسرائيلي وسائل متعددة للإبادة في غزة منها حرمان المرضى والجرحى من بين هؤلاء ألف وخمسمائة مريض بالكلة من العربي الجديد إلى الشرق الأوسط الآن ونطالع منها باكستان وإيران تتبادلان الصفراء بعد الضربات في إشارة إلى العودة النسبية للعلاقات بين البلدين بعد غارات متبادلة على أرض كل واحدة منهما في ليبيا نقرأ أدبيبا يلجأ إلى الأمن الداخلي لحماية حقول النفط الليبية كما نقرأ فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان مشاهدين للمرة الثانية إيجاد تدعو للقاء البرهان وحميدتي نواصل قراءتنا في أبرز مجاة في عنوين الصحف الإخبارية الصادرة لنهاري اليوم ومن جريدة الشرق الأوسط نمر إلى جريدة الدستور والتي كتبت عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي يعيشها سكان وقطع غزة المواطنون يضحنون البقوليات لمحاولة صنع الخبز غزة أوضاعا غير إنسانية في القدس كتبت الجريدة 15 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى المبارك قوة الاحتلال تلاحق المصلين بشوارع المدينة المقدسة 15 ألف مصل فقط أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى وهو رقم ضئيل جدا مقارنة بالأعداد التي كانت قبل السابع من أكتوبر الفاحد جريدة الجريدة الكويتية تحدثت عن ما وصفتها بمؤشرات عن اندلاع حرب إقليمية بالمنطقة أو قالت الجريدة أنها اندلعت فعليا أو كون العديد من المؤشرات تقول ذلك تقول الجريدة الحرب الإقليمية التي تجنبها الجميع بدأت بالفعل باكستان تقصف داخل إيران ووسطات دولية وإقليمية لوقف التصعيد حزب الله يرفض مقترحات أمريكية للهدنة مع إسرائيل وضربات أمريكية جديدة على اليمن والحوثيون يواصلون الهجمات البحرية حسب الجريدة كل هذه مؤشرات عن حرب إقليمية بدأت فعليا نمر إلى جريدة النهار اللبنانية والتي نختم بها جولتنا عبر أبرز عنوين الصحف الإخبارية الصادرة للنهار اليوم تكتب الجريدة على صدر صفحة فيما يتعلق بالعلاقات بين واشنطن وتل أبيب بايدا يهاتف ناتنياهو وواشنطن تعارض أي وقف لإطلاق النار آلية فرنسية أمريكية لوقف زحف الحرب إلى لبنان فيما يتعلق بالتطورات في البحر الأحمر كتبت الجريدة الحوثيون يعلنون عن قصف أمريكي وواشنطن تعلن استهدافها لمنصات السواريخ باكستان وإيران تتفقان على خفض التصعيد بعد تبادل الضربات الساروخية كانت هذه أبرز العنوين التي حاولنا أن نرصد لكم من خلالها مشاهدين أبرز ما يحدث في العالم وصلوا أيكم إلى اختام عددا اليوم من معرضي الصحافة نلقاكم في مرات اللاحقة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة